وقد وصلنا إلى قول المدرس لدعاء سعد آمين لماذا قال المدرس آمين والجواب أن سعدا قال شفاه الله وهذا الضمير في شفاه لمن يعود لمن returns back to who الضمير في شفاه وهذا الضمير شفاه الله من أمار شفاه الله أمارا صحيح وهو دعاء لأمار لأن أمارا كان مريضا منذ أسبوع ولا يزال مريضا ولا يزال أمار مريضا ما هو إعراب هذه الجملة لا يزال أمار مريضا لماذا أمار مرفوع ولماذا مريضا منصوب أمار مريضا منصوب لا يزال إسم أخوات كانت makes an islam مرفوع تنسب الخبر رحمة الله إليك أيض نحتاج الآن إلى من يقرأ المدرس والسعد وإبراهيم وعمر ويعقوب وأبو بكر وأختر وحاشم أبو بكر تسعة كراء لا بأس أخي أبو بكر تسعة كراء نحتاج إلى تسعة كراء منهم منهم؟ الذي يريد أن يقرأ فليرفع يده الذي يريد أن يقرأ فليرفع يده نحتاج إلى تسعة كراء إن وهؤلاء ثلاثة بقي ستة بقي خمسة جيد استمروا في استمروا في رفع الأيدي أحسنتم واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة أحتاج إلى أربعة من هذا الذي رفع يده ثم نازل يده في آل واحدة ساقب هل تريد أن تقرأ؟ فالرجاء أن ترفع يدك وأبد الكريم وعادل هل تريد أن تريداني أن تقرأ؟ أستاذ؟ نعم مالك نعم 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 أنا أستطيع أن تقرأ نعم 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 so I need nine hands to be raised so I can assign you two more hands please the next two hands to go up we'll read Sakim I think you want to read but you're not putting your hand up I need you anyway because we only have nine readers so even if you don't want to read you have no choice today okay sir actually there's a problem with this a zoom application of mine I am not able to this put hand up okay I think because your mic is on maybe possibly anyway you're in the list one two can we get you both to read yes 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 namaste where's Habib oh good so if you switch your mics off now I can give you the order of readers now I know who we have Abu Hassan Antal Mudurrisu Imran is Saad Zaid is Ibrahim Numair is Amr Ilyas is Ya'qub Abdul Karim is Abu Bakrin Adil is Akhtar Habib Habib is Hashim Saakib is Uthman and Abbas Abbas let's go put your names Abu Hassan is Al-Mudurrisu Imran is Saad Zaid is Ibrahim نمير إز عمر إلياس إز يعقوب عبد الكريم إز أبو بكر عادل إز أخترو حبيب إز هاشم ثاقب إز أثمان وعباس طيب تفضل يا أبا السلام عليكم ورحمة الله المدرس آمين سميت أنه يريد أن يترك الجامعة ويرجع إلى بلده إلى بلده أصحيح هذا أصحيح هذا أصحيح هذا أصحيح هذا أصحيح طيب قال سمعت المدرس قال إنه سمع سمعت أنه من هو يريد أن يترك من أنه الدمير يرجع إلى من أحسنت أمار أحسنت يرجع إلى أمار ولماذا يترك منصوب لماذا يترك منصوب لأنه لأنه مصدر مؤول مصدر مؤول الجامعة لماذا منصوب أحسنت 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 سبحان الله يرجع إلى أمار أحسنت 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 لماذا يرجع منصوبون these questions are not only to Abu Hassan it's for all of the brothers and also the sisters to contact their answers يرجع is a fi'l so fi'l can't really be can't even be is it because of an? ayyu ahsant it's ma'toof ala yatruka yatruka is mansoobun because of an and this is wa wal atf so an yatruka wa an yarji'a that's what it means ahsantum jami'an ila baladihi asahihun haza and this is the meaning of this sentence is ahada sahihun ahada sahihun asahihun haza tay qala saadun la haza gairu gairu sahihun haza gairu sahihun wa gairu sahihun bimakna bimakna layesa bi saahihun bi saahihun benafs nafs namafs lees bimakna lees bi saahihun ولكن غير هذا مضاف وسحيح هذا مضاف إليه والمعنى ليس بصحيح صاد وحاء طيب ثم قال المدرس ماذا يعمل أبوك يا إبراهيم لماذا سكنت يعمل ماذا يعمل أحسنت ماذا يعمل أبوك يا إبراهيم سمعت أنه وزير 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 جيد بارك لك الآن يا إخوان ويأخوات كلمة أبوك هذا هو الشيء الثالث في الدرس الخامس والعشرون الخامس والعشرين جيد فلنذهب إلى السبورة كلمة أبوك يا إبراهيم كلمة أبوك يا إبراهيم هذا أبوك يا إبراهيم جيد قلنا من قبل إن كلمة أب كلمة أبوك يا إبراهيم كلمة أبوك يا إبراهيم ولكن إذا كان إذا كانت هذه الكلمة مضافا هنا يختلف الأمر فنقول مثلا أبو حامد مضاف ومضاف إليه ولا نقول أبو أبو حامد بدون واو وبضمة واحدة لا هنا كلمة أبو مرفوع وعلامة رفعه الواو نظرت إلا نظرت إلا نظرت إلا نظرت إلا أبي حامد I looked at أبو حامد نظرت إلا أبي حامد هنا كلمة أب مضاف وقبلها حرف الجر إلى إلى أبي حامد مثلا نظرت I looked at نظرت إلا أبي حامد وهنا لا نقول لا نحدث كسرة واحدة ونقول أبي حامد أبي حامد لا إنما نأتي باليا إذا كانت هذه الكلمة مضافة مضافة أفوا مضافة فنقول فنقول نظرت إلا أبي حامد أبي مجرور بحرف الجر إلى وعلامة جره الياء لأنه مضاف لأنه مضاف وكلمة وكلمة أب وكلمة أخ أيضا عند الإضافة when it becomes مضاف عند الإضافة تختلف تختلف علامة الإعراب من الحركات إلى الحروف changes from the from these vowel signs two letters وعو يا and الف رأيت مثلا المثال الثالث رأيت أبا حامد I saw أبو حامد I saw حامد's dad لا نقول أبو حامد أبو حامد ونهذف ونهذف فتحة ونقول أبو حامد لا إنما نأتي بالألف علامة للنصب أبا منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الألف لأنه مضاف جيد إذن في هذا الدرس الدرس الخامس والعشرون سنتعلم أن كلمة أب وأيضا أخ إذا كانت مضافتين فألامات الإحراب بالحروف ألامات الإحراب بالحروف وليست بالحركات these two words when they are مضاف and the and the علامة الإحراب becomes letters وو ف مرفوع يا ف مجرور ألف منصوب مرفوع مجرور منصوب it is only if these words are مضاف and then after obviously comes مضاف إليه after you find مضاف إليه جيد is that clear إن شاء الله طيب the examples I gave you was حامد أبو حامد you can also say أخو حامد ذهبت إلى أخي حامد I went to حامد his brother طيب also the مضاف إليه as you know can be ضمير so for example you can say إمكانك أن تقول يمكنك أن تقول أها هذا أبوك ما هو إعراب كلمة أبو ما هو إعراب كلمة أبو مضاف مضاف مرف مرف إعراب هو خبر جيد خبر بدل بدل خبر مرف مرف وخبر رفعه ماذا الواو الواو لأنه مضاف هذا أبوك مثال آخر ذهبت إلى مكة مع أخيك كلمة كلمة أخي ما إعراب ها إعراب ها مجرور باليام سنتم مجرور بمع وعلامة جره اليا اليا والقرف لأنه مضاف لأنه مضاف أخي ك المضاف أخي مضاف إليه الكاف ومثال ثالث للمنصوب رأيت أخاك كلمة أخاك ما إعرابها منصوب 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 أحسنتم وعلامة نصبه الألف الألف لأن كلمة أخ مفهول به ومضاف جيد لأنه مضاف ولذلك ألامة الإعراب ألف بالحروف رأيت أخاك أين المضاف إليه أخاك كاف كاف جيد نعم وهذا هو الشيء الثالث في الدرس الخامس والإشرون الخامس والإشرون فقال هنا قال المدرس ماذا يعمل أبوك يا إبراهيم سمعت أنه وزير what does this sentence mean please yeah what does your father does Ibrahim I heard he is وزير he is a minister minister yeah what does your father do I heard he is a minister قال إبراهيم تفضلوا من هو القارئ لإبراهيم كان وزيرا قبل سنة سين وهو الآن سفير قال بالله كان وزيرا لماذا وزيرا منصوب اسم كان هل أنت متأكد خبر كان اختلف العلماء قال الشيخ زيد اسمه كان وقال الشيخ أبو حسن خبره كان وجاء القاذي وقال اسغاب رسيان اسم كان مستطير زيد no worries because even Imam Ahmed sometimes he had two two positions two positions ماذا قال قاذي جاء قاذي مثلا ما قال زيد قاذي ساكر قاذي حبيب والقضاء وكلهم قالوا بأن وزيرا خبر كان لأن اسم كان مرفوع اسم كان منصوب وخبر كان منصوب طيب أين اسم كان مستطير أحسنت ضمير مستطير تقدير هو هو كان هو وزيرا متى when متى متى كان وزيرا when was he two years before قبل سنتين قبل سنتين two years ago وَهُوَ الْآنَ سَفِيرٌ the difference of سَفِيرٌ meaning of سَفِيرٌ ambassador ambassador yeah yeah so وزير is minister سَفِير is ambassador okay the ambassador is the person who represents his country in but he's based in another country in the host country so for example you have the kuwaiti embassy in Saudi Arabia and somebody from kuwait the government they sent someone to represent kuwait in Saudi Arabia he is the سفير no problem yes as what is the the as as do you you I am you am am yeah I am how هل كرأت الواو أو الضمّة؟ خطأ أحسن، هل كرأت الواو أو الضمّة؟ الضمّة لماذا الضمّة واحدة؟ اسم المذكر هم؟ إسم المذكر؟ إسم المذكر؟ 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 هم؟ هل ياه؟ أُن م Course tham؟ Yep. لذلك has eliminated two الضمّة. هل عن Ou الهن؟ إسم المعت Ralدي��ق الواو بعن أنتظر لا يوجد ن совشود من واو عمو ما وهو ماذا؟ لا يوجد من ذلكyah Po!!! Umar and Amar Okay Umar and Amar Go ahead قَالَ لِي قَالَ لِي أَحَدُ زُمَلَائِكَ إِنَّهُ مُدَرِّسٌ نعم قَالَ لِي أَحَدُ زُمَلَائِكَ ما هذه الكلمة زُمَلَائِكَ لماذا وجدنا هنا كسرة وما معنى هذه الكلمة زُمَلَائِكَ وهل هذه الكلمة جمعٌ أو مفردٌ أو جمع 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 والمفرد زُمَلَائِكَ زَمِيلٌ زَمِيلٌ المفرد زَمِيلٌ وما معنى زَمِيلٌ زَمَلَائِكَ classmate classmate or colleague can be colleague at work as well so classmate زَمِيلٌ زُمَلَاءُ فَلِمَاذَا هُنَا وجدناهُ مكسورٌ أو مجرورٌ وَجَدْنَاهَا مجرورٌ مضاف مضاف إليه مضاف إليه أهد أهد مضاف إليه مضاف because of Lee because of Lee that's so far away Lee is busy with the so he can't be busy with زملاء Hassan's answer is correct what was it مضاف I was saying مضاف مضاف إليه أهد is مضاف زملاء إك is مضاف إليه why does زملاء إك only have one if this is مضاف إليه because it again becomes the مضاف زملاء because it's also مضاف to the calf that comes after زملاء زملاء is مضاف إليه أهد and وهو مضاف إليه okay قال لي أهد زملائك إِنَّهُ مضارس why does this word have a in the middle of a sentence we said it should be it's not in the beginning it's in the middle yes in the beginning it should be إِنَّ the middle should be Allah so why here is إِنَّ because of قَالَ أَحْسَنْتُمْ because of قَالَ قَالَ إِنَّهُ أَحْسَنْتِ MashaAllah all the right answers coming from the same sister جزَاللَّهُ خَيْلًا قَالَ لِي أَحَدُ زُمَلَائِكَ زُمَلَائِكَ إِنَّهُ مُذَرِّسُونَ إِنَّهُ because of قَالَ so one of your colleagues or classmates said about your father Ya Amr that he is a teacher Amr says كَانَ مُذَرِّسَنْ مِنْ قَبْلُ وَهُوَ لَآنُ مُفَتِّشٌ فِي الْمَدَارِسِ الثَّنَوِيَّةِ فِي الْمَدَارِسِ الثَّنَوِيَّةِ أحسن تبارك الله فيك طيب وهذا هو الشيء الرابع في هذا الدرس oops this square من قبل حرف الجر وهنا ضَمَّ لماذا قَبْلُ دَائِمًا مُضَاف قَبْلُ دَائِمًا مُضَاف جيد فَ let me say this clearly in English the word قبل is usually مُضَاف when it's مُضَاف then you will see the اعراب you will see the effect of the اعراب sometimes it's فَتْحَ sometimes it's ضَمَّ sometimes it's قَسْرَ according to the situation but when it is not مُضَاف then it becomes مَبْنِيٌ أَلَى الْفَتْحَةِ okay and that's why here مِنْ قَبْلُ and he stopped he means previously مِنْ قَبْلُ مُفَتْحُونَ مُفَتْحُونَ basically means inspector or supervisor في المدارس الثانويّة in secondary schools is this مُفَتْح is it come from تَفْتِحْ 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 exactly alone without مُضَاف then it becomes مَبْنِيُّ أَلَى الْضَمَّةِ جَزَكُ اللَّهُ خَيْرُ I was also confused find this in the Quran I can actually give you guys homework to find ayat in the Quran that have this same structure مِنْ قَبْلُ and مِنْ بَعْدُ and other times where you have مِنْ بَعْدِ why sometimes مِنْ بَعْدُ or sometimes مِنْ بَعْدِ find it in the Quran and bring it next lesson my brothers and also my sisters we have to finish there because I need to pray Isha in a masjid which is far away and Isha is about to begin بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى so therefore we will stop at this point inshallah and continue inshallah next lesson can you just show the the first page of the notes you were writing up yep it was this page this page you were writing out